هيا يا أطفال هيا نماتيا وقوم بحصتنا من سحل وتهنيج ودوما تسلينا وبيكة كتوة كوكو وكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا الضمو أعمو ياسي أرغضوا والشاطر يوطينا الحل حكاية بيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها نور العب أعمو ياسي تعالوا هلموا إلينا الضمو أعمو ياسي مساء الخير يا أطفال مش هراكم هاكم فرحانين للكم هنا عمو ياسي رو أسعد اليوم اللي رو يستقبلكم هنا في هاد الديكور الجميل عجبكم الديكور هادا إذا مرحبا بكم يا أطفال في هاد الديكور الجميل عمو ياسي يستقبلكم اليوم أنتوما كذلك الأطفال لما يشاهدوا فينا وحبين يحضروا معنا كما جيتوا أنتوما معليهم إليه توجهوا الأنترنت بش يشاركوا في الحضور في الحصة بهذه الطريقة إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمو ياسيد بوان كوم تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وباليدك الإلكتروني مرحبا بك يا أطفال لما تسجلوا بش تشاركوا معنا في الحصة لازم شوية صبر لأن التسجيلات كثيرة وعمو ياسيد حب يستقبلكم كامل كما رأكم بش تشرفونا بالحضور إذا شوية صبر يا أطفال على بركم باللي في هذه الفترة كين يوم عالمي مهم 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 جدا كين مرض كين مرض خبيث مرض خبيث يصيب أغلب الناس وعلى بركم باللي هو الأول في نسبة الوفيات يعني الناس اللي تتوفى في العالم أول نسبة من هذا المرض الخبيث شكل يعرفوا مرض مرض هو مرض السرطان برافو اسمك بنتي بنتي كل اي من نسرين اسمك طويل هاهاها أنا أعطي لك أمينة ولا نسرين كين ما تحبه كين ما نحبه أمينة لوريا وين تسكني تكون في بليده في بليده خيار الناس هو مرض سرطان السرطان تسمعوا به أطفال مرض السرطان هو مرض خبيث وهو أول نسبة الوفيات في العالم يعني الناس اللي توفى هو أكتر من حاوضية المرور أكتر من تدخين أكتر من عدة أمراض هو مرض السرطان إذا نتوقفوا في هذا اليوم هذا اللي هو أربعة فيفرية هو اليوم العالمي للسرطان باش نتضامنوا مع الناس المرضى بالسرطان وخاصة الأطفال يا أخي لازم نتضامنوا معهم زيارة المريض بعد عندي لكم مفاجأة باش نتكلموا على زيارة المريض وكامل لأن المريض لما يكون في المستشفى بالمرات زيارة تكفية تخفف عليه يا أخي تزوروا المرضى في المستشفيات نعم شكرا 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 إذا قبل بداية الحصة كالمعتاد وش نديرو نقول لكم لغز تحبوا الألغاز نعم إذا نحن نقول لكم لغز لغز اليوم يقول ما هو الشيء الذي يرتفع عندما يسقط المطر على بل 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 شاطرين أبي بل شاطرين فكروا إلى غاية نهاية الحصة أنتمو أصدقائنا لم يشوفوا فينا ما هو الشيء الذي يرتفع عندما يسقط المطر فكروا وانتمو كذلك يا أطفال يراكم تشوفوا فينا إذا حبيتوا تشاركوا معنا في اللغز في الإجابة على اللغز مع لكم إلا توجهوا الأنترنت بهذه الطريقة يا أطفال في كل حصة نتعرف على الشخصية شخصية شخصية اليوم هي الجلالي بن عامة إذا نتعرف على هذه الشخصية مع نور الهدى تفضلي نور الهدى مساء الخير يا أطفال مساء الخير يا أطفال اليوم تتنحكيكم على شخصية شاهد الجلالي بن عامة سي محمد بن عامة المعروف باسم الجلالي من مواليد 6 أفريل 1926 بقلب الوانشاريس قضى طفولته في هذه المنطقة الجبلية بين أحدان أسر متواضعة التحق بالمدرسة الابتدائية ثم التحق بمنجم ليعمل به نظرا لحالة اجتماعية الصعبة لعائلته عند اندلاع التورة تمكن السيم حمد بفضل حيويته وصلابته من جعل منطقة الوانشاريس قلعة قوية لجبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني سنة 1955 في سنة 1956 حسب التنظيم الذي أقره مؤتمر صمام أصبح السيم حمد بن عامة يحمل رتبة ضابط أول عسكري وبدأ يكون وحدة تنطلق لمهاجمة مراكز العدو ودرب تجمعاته في كل حدود الولاية الرابعة في سنة 1957 ارتقى إلى رتبة رائد قائد المنطقة الثالثة حيث قام بالتنظيم السياسي والإداري والاجتماعي جعل في هذه المنطقة محرمة على المستعمر في سنة 1958 عين بمجلس الولاية الرابعة كرائد عسكري إلى جانب السيم حمد بوغرة وبعد استشهاد هذا الأخير وصل السيم حمد وسيل صالح تسيير إدارة الولاية وبعدما قاد الولاية الرابعة اختر مدينة البليدة قلب امتيجة مركزا لقيادة الولاية الرابعة ومنها أصبح القائد يعد وينظم العمليات العسكرية وكان له الضلع الأكبر في تنظيم مظاهرات 11 ديسمبر 1960 اغتيال والديه وتوقيف أخيه الأكبر وتهديم منزلهم لم يقلس من عزيمة الشهيد الذي سقط في ميدان الشرف في معركة وسط مدينة البليدة بتاريخ 8 أوت 1961 إن لله وإن إليه راجعون المجد والخلود شهدائنا الأبرى برافو 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 يا أطفال واش قدت لكم مقبلة على المرضى لازم نزورهم في المستشفيات وكاين شيء آخر تاني يا أخي في الأعياد والمواسم وكامل لازم نزوروا الأقارب ما ننسوهمش تاني تحبوا تزوروا الأقارب؟ نعم إذن بهدمونا سبع ميزيد دلكم أغنية خاصة وخاصة بسيلة الرحم تغنوا كامل معايا سيلة الرحم يلا معايا ربي وخير الأنام وصى بسلق الأرحى سأوصلها لا تقبعها هذا الأمر والمحرام يا أبنائي يا أحبابي لا تنسوا نصحي يوما أنا أوصيكم يا أحبابي سلوا الأرحى ما دوما يا أبنائي يا أحبابي لا تنسوا نصحي يوما أنا أوصيكم يا أحبابي سلوا الأرحام دوما ربي وخير الأنام وصى بسلة الأرحام فأوصلها لا تقطعها هذا الأمر ونحرام هذا العيد ها قد جاء يا أبناء يا أحباب سأقاربنا هنا وهناك يلا ندفق عليهم باب هذا العيد ها قد جاء يا أبناء يا أحباب سأقاربنا هنا وهناك يلا ندفق عليهم باب ربي وخير الأنام وصى بسلة الأرحام فأوصلها لا تقطعها هذا الأمر ونحرام موسيقى عم مريض هيا ننضي نكسب من بعده أجرا ونواسيه ونسليه علّه ينساه ذرا عم مريض هيا ننضي نكسب من بعده أجرا ونواسيه ونسليه علّه ينساه ذرا ربي وخير الأنام وصى بسلة الأرحام فأوصلها لا تقطعها هذا الأمر ونحرام موسيقى ليس عندي فرق بين عم خالي في الأرحام أنا مسرور بزيارتهم مرّ مرّ في الأيام ليس عندي فرق بين عم خالي في الأرحام أنا مسرور بزيارتهم مرّ مرّ في الأيام ربي وخير الأنام وصى بسلة الأرحام فأوصلها لا تقطعها هذا الأمر ونحرام برافو 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 عجبتكم الأغنية يا أطفال إذا عليكم وعلينا بسلة الأرحام يا أخي تزروا الأقارب تاكم نعم لازم نزروا الأقارب لأن السلة الرحم شيء مهم مهم جدا يا أخي إذا ودركة نزغل عم إبراهيم في ألعاب الخفة تحبوهم؟ نعم إذا صفقوا معي كامل على عم إبراهيم اللي جانا من مدينة الشلف تفضل عم إبراهيم موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر 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 شكرًا 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 عم إبراهيم شكرًا شكرًا إذن يا أطفال تحبوا الحكاية؟ نعم إذن عم يزيد سيحكي لكم حكاية الضفادع والسباق يلا كامل معي يا أطفال كما وعدكم مقبلة رح نحكي لكم دركة حكاية الضفادع والسباق وحد النهار في وحد الغابة كانت مجموعة كبيرة من الضفادع قروا أنهم يديروا سباق وهذا السباق يطلعوا به الوحد التلة شغول جبل هكذا عالي عالي كامل وكانوا الناس هكذا دايرين بهم قاعد الحيوانات الحيوانات دايرين بهم هما الضفادع يقولوا رح نطلعوا هذه التلة الفوق والناس هكذا دايرين بهم كانوا مستحيل كيف شرح يطلعوا ما مستحيل أن الضفادع يقدروا يلحقوا هذه البلاسة عالية بزاف قالهم صحة غدوة من ذلك بدأوا السباق كانوا الحيوانات هكذا دايرين بهم هما في خط الانطلاق بش يبدأوا في هذا السباق ويقولوا مستحيل مستحيل أن الضفادع هذه تقدر توصل لهذه البلاسة مستحيل من المستحيلات أن الضفادع تلحق هذه البلاسة بدأوا الضفادع في السباق هم يمشوا والناس على الطريق هكذا دايرين بكل حيوانات وتقول مستحيل كيفش الضفادع هكذا تلحق الفوق مستحيل هذه التلة عالية بزاف وكامل والضفادع تسبب في كل مرة يأس واحد من الضفادع ويخرج من السباق يخرج من السباق خرجوا كامل الضفادع من السباق هذك إلا واحد دفتاع الحق للتلة الفوق الحق حتى الفوق تخلعوا فيه كامل يا سبحان الله كيفش يلحق هذا الدفتاع الفوق كي راحوا بشهادروا معاه واش سابوه سابوه طرش ما يسمعش عصم عمو يا زيد عمو يا زيد نستقلص من هذه الحكاية أنه لا يجب الاستيماع للأشخاص سلبيين بو ضبب تب дости براهو براهو تصفيق على بو بي تصفيق على بو بي يا أطفال علىبل كمبلي في حياتنا اليومية ما لازمش نسمعوا للناس السلبيين لازم نسمعوا غير الناس ليقولونك تقدر تدير هذك شي ليقولونك لا لا مش كيتش ينك توصل مش كيتش راح تنجح مش كيتش5 هاد الناس لازم لايبتعادوا عنهم لأنهم سلبيين لازم دائما نسمعوا للناس اللي إيجابيين والسلبيين ما نسمعولهمش كي يكون عندك هدف في الحياة انتعك لازم تبدل كل جهد انتعك باش تحقق هذك الهدف يا اخي يالله كامل معايا عجبتكم الحكاية يا اطفال نا بعد هاد الحكاية انا ما دبي انا اسمعكم شكولي عندو نكتة جميلة يجي يحكيها لي نكتة جميلة تعالي بنتي تعالي يا روحي تعالي واسمك بنتي امي وينت سكني نسكن في باريقو باريقو يعني محمدية ولاية معسكر 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 الامير عبدالقادر يا اخي اذا تحيتنا لقع ناس معسكر عطينا النكتة تعالي بنتي واحد الخطرة اشحاك كان يقرأ هو الاحمر الاحمر عرفي يقرأ اشحاك قاعد ينقص في الاحمر قل له قول لي قتل معاليمة قتل اشحاك قرأ لي ابي سيدي ابي سيدي اشحاك ماكتش عارفي قول ابي سيدي كينات شحاك ماكتش عارفي قول ابي سيدي كينات شحاك شحاك ضرباته اتقاد لاسكر يا ربي سيدي قتله ماني حسن جدا برابو 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 شكو عندو نكتة تعالى تعالى وليس تعالى 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 من بعدو تعالى اقعدوا ليدي واسمك بادي وينسكو مادي بابا حسن بابا حسن حكينا نكتتا عك نكتا يدي برابو برابو ارواحي بنتي تعالى 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 اقعدوا ليدي واسمك بنتي بادي ثلان الله يبارك وين سكنا شراقه فيه شراقه خيار الناس حكينا نكتة تاكبنتي واحد نهار نمره رحت عند الحفافة قلت لها دريلي كيكينت جتا حد لها كيكينت طحت شعره جتا حد قتلها دريلي كتوبة حد لها كتوبة طحت شعره بعد قتلها خليلي شعري مسوق هههههههههه tails كم Shawdy بعد ذو كم أسمك؟ الإевич كم أطبت لست ؟ كامدية احكونا نقطتي أحكينا نقطتك كانت جوحى هنا لقد قسمت عرفها سنت rules climate change ماذا عندي هناك نقطة؟ successor سيدي انا قدلي ماما قدلي هيا قدلي سارة قدلي طبلة قدلي سارة هيا نلعبه ولعبت مع سارة؟ ايه وش لعبتو؟ لعبنا مع زاميلة لعبتو؟ وعش بك الحال؟ ايه وين سكنة؟ سكنة فك الجز وين؟ فك الجز ايه 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 في الخاص ايه 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 الله يبارك هاي ارجع لمكانك برافو بنتي برافو يا اطفال الحقنا دركاء للجواب عن اللغز فكرتو؟ لا يالا ما هو الشيء الذي يرتفع عندما يسقط المطارو؟ اروح تعالى واسمك؟ مهدي وين تشكن مهدي؟ في داركم؟ في الدار؟ ايه مع ماما و بابا؟ ايه تحبهم؟ ايه وعم ويازيد؟ ايه وش هو الجواب؟ ما هو الشيء الذي؟ ماما ماما هاي برافو برافو الماء الماء؟ لا لا مشي الماء مشي الماء مشي الماء مشي الماء وش هو؟ الرعد الرعد مشي الرعد عندك جواب؟ وانت عندك جواب؟ ايه ارتفعوا المضلة عندما تكون تصيبوا هو الميضلة يا أخي نحن الشاطرين اللي جاوبوا على السؤال دائما نعطوهم هدية الهدية اليوم تتمثل في تحب تشوب الحليب صباح إذا كوب مع عم ويزيد باش شوفيه الحليب صباح يا أخي تشوب الحليب العشية تاني والعشية تشوب الحليب نعم تشوفيه زوج مرات في اليوم تفكر عم ويزيد الله يبارك وكذلك نهديرك سيدي من حق الطفولة اللي عم ويزيد إن شاء الله يفيدك تفضلوا لدي برافو بسحالك 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 إذا يا أطفال ندركنا عندنا ركن عيد الميلاد عندنا عيد ميلاد عبد الجليل تعال التحق بي يا عبد الجليل وأصدقائنا يروحوا يجيبونا القطوة عبد الجليل وإحنا نغنو له عيد ميلادك أحلى عيد إذا التحقوا بي تعالوا يا أطفال تعالوا تعالوا عيد ميلادك أحلى عيد ربك تبلك عمر جديد الله يبارك في كويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد الله يبارك في كويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد موسيقى من الثلبي لك نتمنى صح و سعادة وهنا شرع يا ربي لمية سالة وتعش أيامها أفرار شرع يا ربي لمية سالة وتعش أيامها أفرار موسيقى 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 هذه الحلوة لك جبناها وشمعك فيها زرعناها بسمك أنت زيبناها ليلى حلوة يا محلاها بسمك أنت زيبناها ليلى حلوة يا محلاها موسيقى بابا ما يدولوه وصحابه ويبركلوه وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغليلو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغليلو موسيقى سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل برافو 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 إذا إذا أك مزرو بتطفيش معه؟ قول اك مزروب تقفل 8 سنين مازال شوية اذا عبدالجليل تحسبوا معايا كامل 8 7 5 5 3 3 1 طفي الشمعة برافو 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 اذا عبدالجليل عبدالجليل بما انك رسلت خمس قاسيمات تاع علب حليب رامي رامي ممول الحصة يهديلك هاد الهدية هي طابلة كيدز ان شاء الله تستفاد بها تفضل تفضل وحنا عمو يازيد راح يهديلك تاني شهادة مشاركة في انجاح تصوير حصة مع عمو يازيد وانتم تانية اطفال كامل غير تخرجوا تسيبوا الشهادات في انتظاركم كامل في ظرف جميل حق ذاتها عمو يازيد ياخي تفضلوا ليدي اذا وانا مبقى لي الا نقول لكم بقوانا خير ستنونا في الاسبوع المقبل على قناتكم الشرق تيفي نهار ثلاثة على الخمسة العاشية نحبكم يا اطفال لا ننساكم لا تنسونا احببناكم احببتونا سنعود فانتظرونا في موعيد جديد مع عمو يازيد لا ننساكم لا تنسونا احببناكم احببتونا سنعود فانتظرونا في موعيد جديد مع عمو يازيد اشتركوا في القناة